قبل ما ابدأ ملخص الفيلم عاوز افكركم ندعي لاخوتنا ان ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد مع بعض السواب الكبير جدا ده وبعد ما تسمعوا الملخص اتمنى انكم ما تمشوش على طول اعملولي اللايك للملخص واكتوبلوا رأيكم في الكومنتات بس كده حضروا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدأ ملخص الفيلم في البداية بنشوف المعلم هونجو وهو صاحب اكبر مدرسة لتعليم الكونجو في الصين وعلشان يعلم من مستوى تلاميذ وكان بيدربهم على اقوى اساليب القتل دايما وبالذات لان في اكتر من مدرسة موجودة في المكان في نفس المجال وبالليل بنشوف المينة وكان عليها حراسة جديدة وجنود كتيرة بتحرصها وبتحميها وفي واحد بيظهر فجأة كده من بعيد مستغرب اللي بيحصل هنا و اللي بيحرصه الجنود وكان في اقفاص كتير في المكان فبيقرب من اقفاص من اللي موجودين وولع النار علشان يشوف اللي جوه القفاص وفجأة بيظهر له الحراس من وراء مرة واحدة وفي نفس الوقت بتطلع ايد من جوه القفاص تمسك في الراجل دا وفي ثانية واحدة بتخلص عليه هنا شعلت النار بتقع من ايده وتحرق كل المكان وبنلاحظ بعدين ان الراجل اللي كان جوه القفاص دا عنده قوة كبيرة جدا لدرجة انه بيقدر يفتح القفاص الحديد بييده ويطلع منه وبيجري على واحد من الحراس وبيخلص عليه كمان زي ما خلص على الرجل الاولاني ولما وصل باقي الحراس كانوا بيدربوا عليه نار بس هو قدر يهرب منهم بسرعة ونطف البحر وفي نفس الوقت بنشوف لوين اللي كانت مسؤولة عن المساجين وهي واقفة ومش عارفة تعمل ايه في المصيبة اللي حصلت دي وامرت الحراس انهم ما يعملوش حاجة ويسيبوا كل حاجة تتحرق وما يجبوش سيرة قدام حد باللي حصل والتاني يوب بنشوف واحد اسمه ساكو كان بيدي اكله للحصان بس فجأة ساكو بيلاقي راجل غريب قدامه اتخد قوي من شكله وخاف منه والرجل الغريب ده هاجم على ساكو كان عاوز يقتله وفجأة وفي الوقت المناسب ظهر المعلم هونجو كان مع حبل طويل فبدأ يهاجم على الغريب ده بالحبل اللي معاه وبقى يضربه كتير قوي ويادر انه يربطه بالحبل وبعدين ضربه ضربه جامدة لغاية ما الغريب اغمى عليه فراح هونجو يتطمن على الراجل ده وقال لي ساكو دخله جواه في قدرة الاستشارة بسرعة علشان اكشف عليه واشوف في ايه وفي نفس الوقت بنشوف لوين وهي مع القائد بتاعها وكان عارف اللي حصل في المينة مبارح وعارف كمان ان في واحد من النمازج اللي كانوا شغالين عليها قدر يهرب وهدت لوين انها لو ما قدرتش ترجع الراجل اللي هرب مبارح للمختبر التاني هيقتل امها وهنا بقى بنعرف ان ده عصابة من اللي بيعمله تجارب مش قانونية على البشر وكان معهم ناس كتير وده كترة مش قانونيين وكانوا بيخطفوا الناس الغلبة والمريضة عشان يعملوا عليهم التجارب بتاعتهم ويحولوهم لوحوش قاتلة مفترسة تشتغل لحسابهم ومن ناحية تانية بنشوف المعلم هونجو وهو بيحاول يشوف الراجل الغريب ده وبيكشف عليه وبيلاحظ ان فيه في جسمه جرعة كبيرة من السموم وواضح ان الجرعة دي كانت هيئة السبب في الحال اللي فيها الراجل ده بس هو مش قادر يعرف ولا يحدد اين هو السم ده بالضبط ومن اللي الدهول وهنا ساكو بيفكر المعلم هونج بمعاده وبيطلع هونج بسرعة من المكان ويمشي ويدخل السوق وبيشوف طلاب من نادي القبضة الشمالي وهم بيوزعوا ورق على الناس مكتوفين ههم يجوا يتدربوا في النادي بتاعهم وفي نفس الوقت بتوصل لويا لنفس المكان في السوق وبتأمر مساعدين هيدوروا على الراجل اللي هرب من المختبر وقعدت تشرب شاي فبيجي لها واحد من اللي بيوزعوا الورق ودها ورقة بس هي اخدتها ورمتها عليه فبيتعصب خلص من تصرفها ده ورجع لها وكان عاوز يضربها بتروح هي تمسكه من دراعه ولفته ورمته بعيد رح يتعصب اكتر وكان عاوز يهجم عليها وفجأة بيلاي بطاطساية ترمت عليه وطلع له واحد فجأة اسمه كوان وده كان طالب عند المعلم هونج وقال للراجل انت ازاي تهين واحدة بالشكل ده فاتدهي الشاب ده ورح يضرب كوان بس كوان كان متضرب كويس وبدأ يهجم علي الطلاب ومعالويا وقدر انهم يغلبوهم ويعلموا عليهم قدام الناس كلهم ورح كوان مثبت الولد ده كويس بالكرسي وكان عاوز يضربه وفجأة بيظهر المدرب هان في الوقت المناسب وبيضرب كوان وبيطياره وبيبعده من مكانه وكان عاوز يخلص عليه وبيظهر المعلم هونج وقدر انه ينقذ كوان في اخر لحظة وبعدين بيلاقي المعلم هونج بيحيي المعلم هان وبيعتزر له ويعرفه على نفسه وبيتكلم المعلم هان وبيقول للمعلم هونج انه جديد في البلد بس سمعت عنك كتير ودعه على افتتاح المدرسة بتاعته اللي هيبقى في يوم 18 الشهر ده ووعد المعلم هونج انه هيحضر الافتتاح وحيه بعضه ومشيه وفي اللحظة دي لوين سرقت حصان هونج وهي بتجري بيه وقعت سلسلاتها من غير ما تاخد بالها وبعدين ساكو قرر انه هيكون مكانه الحصان ويوصل للمعلم هونج لانه تاخر على معاده مع مدام سيرتي واخد المعلم هونج ومشي بسرعة وهنا اكوان بيلاقي سلسلة لوين وكرر انه يحتفظ بها لغاية مايرجعها لها ووصل هونج للمكان اللي كان في الحريق وساكو بيقوله انه الرجل الشبح اللي جي عندنا فجأة وكان جسمه مليان حروق ففهم هونج ان الشبح ده جي من هنا اكيد وامر المعلم هونج ساكو انه مايتكلمش في الموضوع ده خالص مع حد وبيمشي هونج علشان يقابل مدام سيرتي اللي كانت بتعالج واحد فقير وبيوصل عندها وبعدين بياخدها معها على البيت وكان ساكو برضو هو اللي بيجر العربية مكان الحصان وكان فيها هونج وسيرتي وشنطتها وفنص الطريق تعب ساكو طلب من هونج انه يشوف حصان يجر العربية عشان هو مش قادر يجر تاني ولما وصل هونج وسيرتي للمكان بيلقوا مستشفى اجنبية جديدة تفتحت في المكان ونزلوا قابلوا مديرها الدكتور فلاد وكان جاي علشان ينشر العلم اللي تعلمه وانه هيعالج الصينيين المدمنين على الافيون وبيفرحوا الناس اللي موجودين جدا بكلام فلاد خصوصا انه في الوقت ده كان فيه مدمنين كتير في البلد وبنلاحز كمان انه لوين كانت موجودة مع الفريق الطب اللي هيشتغل في المستشفى وبنلاقي اكوان اللي معجب جدا بلوين قاعد يتأمل سلسلة بتاعتها وبيسأل نفسه يا ترى بتحبه ومعجبه بيه ولا لا وهو اصلا لسه شايفه من شوية وكان ساعتها المعلم هونجي بيحاول يعالج الراجل الغريب اللي جاي عنده وهنا بتدخل عليه سيرتي وبتسأله عن حالة الراجل فبيقولها انه تسمم في اكتر من مكان في جسمه وكان هونجي بيجهز الابر علشان يعالج بها الراجل ويطلع الصموم اللي في جسمه بس سيرتي بتقوله انه يستخدم الكحول احسن من الابر وبيتكلمه ويتناقشه مع بعض في ان الطب الصيني احسن ولا الغربي في العلاج بس هونجي مش راضي يقتنع بكلام سيرتي والضايقت منه وفجأة دخل عليهم ساكو عشان يقولهم ان العشا جهز والنجاحين وهم بيتعشوا سيرتي مش عارفة تاكل بالعصة الصينية عشان بقالها فاترة كبيرة برا البلد وطلبت شوكا وسكينة عشان تاكل بيهم فرح ساكو ربنا يخليه جايب لها الشوكا والسكينة بتاعتهم وكانت غريبة وكبيرة شوية تاني يوم بنشوف سيرتي كانت بتعلمهم الانجليزي وهم كانوا مش فاهمين ولا كلمة من اللي هي بتقول ومش عارفين ينطقوا نهاي وبيجي هونجو ويعرض على سيرتي انه يعلمها الكونجو فو بس هي بتقوله مش محتاجة تتعلم كونجو فو عشان هي برا تعلمة المبارزة رح هونجا قالها طيب تعالي وريني تعلمتي ايه فراحت سيرتي تهجم عليه بس هو قدر يتغلب عليها وبصابع اللي اتنمسك منها العصايا ونادى هونجا على كوان علشان يطبق عليه ويعلم سيرتي زي تقدر تدفع على نفسها وبدأ كوان يطبق ووقف وراء سيرتي وهي بترد على هجماته بس ما عرفتش وتعبت كوان لكنه سكت وتحمله وما كانش عنده مشكلة والتاني يوم بنشوف لوين مع مدير المستشفى وقال لها لازم تدوري على الرجل اللي هرب وترجعيه ده هزا كان لسه عايش اصلا وبتدخل عليهم سيرتي بتطلب انها تشتغل في المستشفى والمدير بيوافق يشغلها وقال لها روحي مع لوين وهي هتعرف كل حاجة وهتقولك تعمل ايه وهم مشيين سيرتي سألت لوين عن حالة مرضية بتكون عرقها بينا جدا وعنده عضلات قوية وسيرتي كانت بتتكلم عن النموذج اللي هرب من المستشفى واللي لوين بتدور عليه وسألتها لوين هي الحالة اللي بتتكلمي عنها دي عندي كل ايه فردت سيرتي عليها وقالت لها انه عند المعلم هونج وبعدها هونج راح للقاضي علشان يسأله عن الحريق اللي كان في المينة لانه شاف عنده حراس كتير بس القاضي قال له خليك في شغلك وما تدخلش في حاجة ملكش علاقة بيها وبيجي يوم افتتاح مدرسة المعلم هان ولوين حضرت الافتتاح مع سيرتي وبيجي كوان بيقابل لوين وبيديها سلسلة بتاعتها اللي وقعت منها من يوم ما شافها وهي بتاخدها منه وبتضربه بالقلم واستغرب كوان من اللي هي عملته ليه ضربته بالقلم وبنشوف المعلم هونج بيحضر الافتتاح وبيسلم على المعلم هان وبيهني على الافتتاح وبيقدم له الاسد الذهب يلخص بمدرسته كهدية منه الهان على انشاء المدرسة بعد كده بنلاقي طلاب المعلم هان بيشوفوا كوان في الحفلة فهجموا عليه وهم لبسين لبس التنين لكن كوان قدر انه يتغلب عليهم وضربهم وتفوق عليهم قدام الناس اللي موجودة في الافتتاح وفجأة هان بيهجم على كوان بقوة والمعلم هونج بيتدخل في الوقت المناسب علشان يدفع مع كوان وفي اللحزة دي طلب هان من هونج انه يدخل مع مباراة تحدي وبتبتدي المعركة ما بينهم وبتنتهي بالتعادل وبيحيوا بعضهم اللي كنين بس طلاب المعلم هان كانوا بيسلطوا على هونج وقالوله انه جاي علشان يقلل منك ويحرجك قدام الناس فرح هان قال له هونج المرة اللي فات تناسبة تلميزك علشان خطرك المرة دي بقى لازم يعتذر على اللي عمله لانه غلطان وطلب هونج من كوان انه يعتذر بس كوان مش رادي يعتذر لانه طلاب هان هم اللي بدأوا ضربه والمشاكل رح المعلم هونج ضرب كوان بالقلم قدام كل الناس ساعته كوان اعتذر له وهو متضيق جدا وزال ومش من الافتتاح والمعلم هونج قدم التحية لهان ومش من الحفلة وراء كوان علشان يعتذر له وفاهمه انه كان لازم يعمل كده عشان ما ينفعش يبقى فيه عداوة بين معلمين الفنون القتالية في المنطقة واقتنع كوان بالكلام وبعدها بنشوف سيرتي وهي في المختبر وكانت بتعمل عيينة دم المريض واتفاجأت سيرتها ما شافت ان عيينة الدم دي تحتوي على نوع من انواع المخدر اقوى من الافيون وبتدخل لويان عليها وسألتها ايه علاج الحالة دي قالت لها ممكن يكون له علاج بس مش هتلاقيه في المستشفى هنا وساعتها قالت لها لويان انها هتساعدها علشان تلاقي العلاج ده بالليل وفي نفس اليوم سيرتي بتروح للمريض اللي عندهم في البيت وبتدي له حقنة لويان اديتها لها وقعدت ترقب الراجل ده عشان تشوف ايه هيحصل له بعد الحقنة وهي بتتعشى بالليل مع هونج قعدت رقب الراجل من بعيد علشان تشوف ايه هيحصل معاه والراجل كل مايفوق كان بيتقلم قوي وكمان العروق بتزيد في جسمه في اللحظة دي قامل معلم هونج وجاب الابر وقعد يضربها في جسم الراجل في اماكن مختلفة في ظهره وكمان عمل له حجامة وقدر انه يخرج من جسمه جزء كبير من السموم اللي موجودة والراجل بدأ يتحسن شوية وقدر انه يرجع لطبيعته تاني بس هونج قال لهم انه ممكن يقعد كده طول حياته في الحالة دي بسبب السموم اللي في جسمه وقالت له سيرتي انها هي السبب اللي الراجل ده في دلوقتي بسبب الحقنة اللي ضربتها له قال لها هونج انه بسبب الدواء ده قدرنا نطلع السموم اللي في جسمه ومن ناحية تانية بنشوف دكتور فلاد وهو في المستشفى ومعه مريض بيجربه عليه دواء جديد والمريض ده بيتحول وبيتزيد قوته جدا ومن قوته مسك راس الدكتور وخبطه في الحيطة موته وكان عاوز يطلع لفلاد ومشي ناحيته وبيقدر يفتح الحديد بيده من كتر قوته بس فلاد من بعيد ضربه بالمسدس طلقه في دماغه ووقع على الارض ميت في اللحظة دي بتوصل لويا وبتشوف الرجل الميت وقالت لفلاد انها اديت سيرتي الدواء للرجل اللي عندها واكيد دلوقتي هو ميت وطلب منها فلاد انها لازم تجيب ناس تاني عشان يكملوا عليهم التجارب بتاعتهم لان الناس اللي في المستشفى خلصوا خلاص وقال لها بس المرة دي تجيب ناس صحاتهم كويسة مش مدمنين افيون زي كل مرة وبعدين بنشوف هونج وهو رايح يقابل سيرتي في المطعم علشان عيد ميلادها وهو ماشي في الطريق بيشوف تلات رجالة ملسامين بيحاولوا يختفوا طفل صغير من امه وبيروح هونج بسرعة يهجم على التلاتة دول وضربهم بقوة وقدروا انه يتغلب عليهم وبعدين فجأة بيلاقي التلاتة دول بيشربوا حاجة غريبة بتخلي عندهم قوة مش طبيعية وبيرجعوا يهجموا على هونج مرة تانية بس هو برضو قدر انه يغلبهم لانه كان محترف في الفنون القتلية عشان كده محدش منهم قدر يغلبوا وبينتصر هونج عليهم وفجأة واحد منهم رمع لهونج الطفل الصغير وبيختف الملسامين وبيظهر كوان وبيلاقي ام الطفل وهي مغم عليها في صندوق وبيشوف جنبها ازازة الدول اللي خد منها الملسامين دول وبياخدها هونج وطلب من كوان انه يهتم بام الطفل ويشوفها ويفوقها وهو بيمشي بسرعة وبيروح للقاضي وبيعرفوا بكل حاجة حصلت وبيقولوا ان الاجاني بدول اكيد وراهم حاجة وانه لازم يشوف الموضوع ده بس بيتفاجئ وهو بيكلم القاضي بمدير المستشفى كان قاعد مع القاضي والقاضي قال له هونج انه ماينفعش يتكلم او يعمل حاجة وهو مش معا دليل على كلامه وهنا هونج بيقول للقاضي انه هيلاقي الدليل فقارة بوقت وانه هيجيبه للقاضي وسبهم هونج ومشي وبيرجع القاضي يكمل كلامه مع مدير المستشفى اللي طلب منه انه يخلص نقل البضايع في البحر عن طريق الصين وبعض الدول الاجنبية وبيدي القاضي فلوس كتير جدا على اساس انه بيتبرع بيها للبلد وبيوافق القاضي من غير التفكير وهونج بيروح للمطعم علشان يلحق معاده مع سيرتي بس مش بيلاقيها هناك لانها قاعدت مستنياة كتير وهو مجاش وبعد شوية بنشوف فيلاد وهو بيطلب من لوين انها لازم تقتل هونج لانه بقى خاطر جدا عليهم عشان بيدور وراهم على الدول اللي هم عملوه ولوين بتقول لي فيلاد انه هونج بارع جدا ومحترف في الفنون القتالية وكمان معروف ولي شعبية كبيرة جدا في البلد ولو قتلنا البلد كلها هتتقلب علينا ومش هيسكتوا بس فلاد قال لا احنا مش بنخاف من الصينيين وطلب منها انها تخلص عليه بالليل واضطرت لوين في الاخر انها توافق وبتاخد المسدس وتمشي وفلاد بيكمل كلامه مع المساعد بتاعه وبيقوله انه سمع ان نادي القبضة الشمالية عندهم مشاكل مع هونج فقال له لازم تتصرف في الموضوع ده وبعدين بنشوف المعلم هينري وهو رايح لطلاب المعلم هين وبيعرفهم بنفسه وعرض عليهم انه هيتعاون ويساعدهم انهم يكونوا اقوى ناس في البلد وهيخليهم يقدروا يغلبوا طلاب هونج في خلال ايام قليلة وهيبقى عندهم قوة وصاروة كتيرة هتخليهم اغنى ناس في البلد ووافقوا على طول من غير اي تردد وبالليل بيروح هونج لسيرتي علشان يعتذر لها لانه تاخر على معاده معاها في المطعم الصبح بس سيرتي مش بتقبل اعتذاره وبيجيب لها وردة علشان يصالحها وهي برضو مش قبل اعتذاره وبيتسيبه وتمشي وفي نفس الوقت المريض اللي عنده هونج بيعمل صوت عالي جدا فبيطلب هونج من تلاميذه انهم يلحاوا سيرتي وهو هيدخل للمريض يشوف ماله ولما راح بطلابه وقرى سيرتي بيظهر لهم فجأة رجالة ملسامين ومتخفين وابتدوا يهجيموا عليهم لكن طلاب هونج كانوا متضربين كويس جدا فيقدروا انهم يغلبوهم بسهولة وفي لحظة بنشوفه وشان بيشيل القناعة اللي على وشه وبيشرب من المشروب الغريب ده اللي ادهوله هنري وبيبتدي يتحول وبتظهر عليه اعراض كوه غريبة وبدأ انه يهجم عليهم كلهم من تاني وكان باين علي انه قوي جدا جدا بس ساكوا بيهجم عليه وقدروا انه يضربوا لغاية ما تمكن منه وكوان بيساعد ساكوا وبيضرب فكتير حتى اخوهم الثالث لحاقهم وقعد يضرب معاهم لغاية ما ضربوا ضربة جديدة قوي طيارته بيت خالص ساعتها بقى خد بعضه زي كل مرة وجاري وبعدها طلاب المعلم هونج بيوصلوا لسيرتي اما بوشان واصحابه رحوا لمعلمهم هين وقالولوا انه طلاب المعلم هونج هجموا علينا من غير ما نعمل لهم اي حاجة وكمان قالولوا ان المعلم هونج ده بيحتقرك وبيقلل من امتك دايما وشايف انك مدرب مش كويس ومش بتفهم حاجة في الفنون القتالية وطلب منه بوشان انه ياخد لهم حقهم من هونج وطلاب بس المعلم هنقلهم ان ده دلوقتي مش الوقتي المناسب انما بعد كده هو هيعرف ياخد لهم حقهم من هونج كويس قوي وفي اللحظة دي بنشوف بوشان الخبيس وهو بيحط الهان شوية من المخدر في الشاي من غير ما هن ياخد باله وفجأة بتظهر الاعراض على هان وفي ثانية بنلاقيه غاية الرأيه وبيقرر انه يروح ينتقل من هونج دلوقتي وبنشوف انه هونج كان لسه قاعد مع المريض اللي عنده وكان بيدور في الكتب اللي عنده عشان كان عايز يعرف اللي ممكن يعمل في حد كده ويخليه بالحالة اللي فيها المريض ده وهو بيدور في الكتب يتفاجئ بالمريض ده وهو بيقول انا مش عايز اخد المخدر ده وكان بيبص على صندوق كان عليه علامة معينة ساعته هونج فهم وابتدى انه يجمع ان الشعار اللي على الصندوق ده هو نفس شعار المستشفى وهي برضو نفس العلامة اللي كانت مع التلاتة اللي حاولوا يختفوا الولد من امه هنا هونج قرر انه يروح بسرعة للقاضي علشان يقوله على اللي حصل واللي عارف وقدر يتوصل ليه وهو طالع بيتفاجئ بالمعلم هان وطلابه جاي الهونج وبيقوله انه طلابك اهان وطلابي ولازم اخد لهم حقهم دلوقتي بس هونج بيقوله انت فاهم غلط وفي سوق تفاهم وانا دلوقتي مستعجل ومش فاضي وبيسيبه ويحاول يمشي علشان يالحايل قاضي لكن هان مش بيمشي وبيجي من وراء هونج وبيجم عليه بكل قوته والمعلم هونج قان قاوي ومحترف جدا في الفنون القتالية والكون غفوه فقدر انه يصد هجمات هان بكل سولة وكمان قادر انه يضربه اكتر من مرة بس هان ما كانش بيتأثر من اي حاجة لانه واخد المخدر وبيلاحظ هونج ان هان يعنيه بدأ التحمر جامد فبيعرف هونج انه اكيد هان خد من المخدر هو كمان وبدأ هان بالفعل انه يهجم على هونج مرة تانية والمرة دي قادر انه يضربه ضربة قوية جدا في قلبه طيارته بيد اوي والساعتها فرح المعلم هان انه قادر ينتصر على هونج اللي كان عامل نفسه اقوى واحد في البلد وقال له هونج انه انا المدرب الاقوى ورقم واحد في البلد ولازم كل الناس تعرف كده وتعرف مين هو الاقوى وبيسيبه هونج ويمشي في نفس الوقت بتوصل لويا لبيت هونج وبتلاقيه واقع فبتحاول انه تضربه بالمسدس بس فجأة بيطلع لها المريض اللي كان هربان منها وبيقف قدامها ولحظة انه صحته بقيت كويسة وهي بتبص عليه فبتبص لويان على مين اللي ضرب المريض ده بالرصاص بتلاقيه هنري وبيقمر لويان انها تقتل المعلم هونج بس لويان كانت مترددة ومش حاوزة تقتل هونج وهنري بيقولها ان المهمة دي ما كانتش ليك لانك مش قدها لكن لويان راحت ضربت على هونج النار علشان تثبت لهنري انها قد المهمة لكنها ضربت هونج ضربة جنب قلبه علشان مايموتش وفجأة بيوصل طلاب المعلم هونج وبيشوفوا المعلم بتاعهم مرمي على الارض وكمان مضروب بالرصاص وشالوه دخلوه جوه بسرعة وجاريت سيرتي بسرعة علشان تعمله الاسعافات وشافت انها لازم تعمله عملية جرحية عشان تقدر تطلع الرصاصة من جسمه وبتجهز فعلا للعملية بسرعة وفي نفس الوقت بنشوف ان هونج ابتدى يتعافى وبنلاحظ انه هونج شكلها غريب جدا بتظهر في جسمه بس حالته كانت بتتحسن وكان بوشان بيعمل شاي مرة تانية لهن لكن المرة دي هنلاحظ انه بوشان بيحط حاجة في الشاي فبيمسكه هن وبيضغط عليه علشان يعترف ويقول له هو بيحط له ايه في الشاي وبيعمل كده ليه وبنشوف انه بوشان بيعترف لهن بكل حاجة وادايق منه هن جدا وكان عاوز يقتله بس طلابه بيعتزروله وبنشوف ان حالة بوشان ابتدت تسوق في نفس الوقت سيرتي بتعمل العملية الهونج وقدرت انها طلع الرصاصة من جسمه وطهرت له الجرح وبنشوف انه لويان راحت لفلاد وعرفته انها قتلت هونج فالله خلاص دي كانت اخر مهمة ليكي وعرفها كمان انه بيستغله امها بقاله فترة كبيرة قوي علشان يعمل عليها التجارب بتاعته فبتتدايق لويان وبتزعل قوي بس ما لحقتش تعمل حاجة لان فلاد ضربها بالرصاص وحالة هونج بتدت تدهور وتسوق اكتر وابتدى يعرق جامد فقالت لهم سيرتي انه محتاج دوا ضروري والدوا ده موجود في المستشفى وقالت لهم انها هتروح تجيبه بسرعة وتيجي وبتجري سيرتي على المستشفى علشان تجيب الدوا في نفس اللحظة بنلاقي انه لويان ما ماتيتش لانه الرصاصة جات في السلسلة بتاعتها اللي كانت لابسيها ومشي ترحت لكوان واول ما وصلت عنده اغم عليها وفي المستشفى بنشوف سيرتي وهي بتدور على دوا معين لهونج فجأة بتلاقي مكان سري فتحته لقيت فيه كل جرعات المخدر اللي بيعملوها في المستشفى بس للأسف فجأة بيدخل عليها فلاد وبيقبض عليها وبيهددها بالمسدس بتاعه بعدها لويان كانت فاقت وقاعدة تاكل مع كوان واخواته لكن هم كانوا مش طيقينها علشان حاولت تقتلهم معلمهم لكنها قلت لهم انها مرد جدش تقتله وضربته في مكان مش خطر علشان ما يموتش لان هنري كان لازم هيقتله وبكده هي انقذته من الموت وهم بيتكلموا بيلحظوا ان سرت اتأخرت جدا وقلقوا وخافوا عليها خالص وكرروا انهم يروحوا وراها المستشفى وده عشان يشوفوها وينقذوها لانها اكيد هي هناك في خطر وبيروحوا كلهم للمستشفى وساكو بيعملوا نوعيان عشان الحراس يوافقوا يدخلوهم وفعلا وافق الحراس انهم يدخلوا وواحد من الحراس قال لصاحبه انه دول ثلاثة خليهم يدخلوا علشان يستفادوا منهم جوا وهم دخلين اتفاجئوا ان في مجموعة كبيرة جدا من العصابة بتحصيرهم اول ما دخلوا المستشفى وكانوا منتشرين في كل مكان وما كانتش قدام ساكو واللي معاه الا انهم يقتلوهم ويدفعوا عن نفسهم رغم ان عدد العصابة كان اكتر منهم بكتير قوي وبدأوا انهم يدخلوا معهم في معركة قتالية عنيفة جدا وكانت ثلاثة بيحاولوا انهم يدفعوا عن نفسهم باي طريقة وبعد وقت كبير جدا في القتال بيقدر افراد العصابة دي انهم يحصروا الطلاب الثلاثة دول وكانوا خلاص هيقتلوهم بس الحسن حظهم بيوصل للمعلم هونج في اخر لحظة بعد ما تحسنت حالته وصحته رجعت مرة تانية وبدأ يهجم على كل المقاتلين بتوع العصابة وقدر بمهارة عاليا انه ينقص طلابه وخلص على افراد العصابة كلهم في نفس الوقت بتوصل لوين وبتقول له هونج انها عارفة المكان اللي ممكن تكون سيرتي محبوسة فيه وبيجروا بسرعة يدخلوا المستشفى وبيروحوا الطلاب الثلاثة عشان يدمروا المخدر اللي موجود في المستشفى وكانوا بيخلصوا على اي حد من العصابة بيجي في طريقهم والمعلم هونج بينزل بسرعة علشان يدور على سيرتي وينقصها لكن وهو بيدور عليها بيتفاجئ ان في ناس كتير قوي محبوسة في المكان وكمان بيلاقي سيرتي وهي مربوطة ومتكتفة فبيجر بسرعة علشان ينقصها بس بيتفاجئ بخشبة كبيرة بالتر نحيته وبيبص يلاقي ان اللي راماها ده هو المعلم هين وده بعد ما خد كمية كبيرة جدا من المخدر خلته بالضبط زي الوحش وابتدى يهجم على هونج وابتدت ما بينهم معركة قوية جدا وهونج كان الجرح لسه مأثر على قوته انما هان ما كانش مأثر في حاجة وكان في منتهى القوة ووصلوا الطلاب الثلاثة للمغزن وكانوا خلاص هيدمروا كل حاجة وفجأة بيوصلهم بوشان والمرة دي كان واخد المخدر في حقنة وابتدى يتحول وبدأ يهجم عليهم بكل قوته وهم كانوا مش قادرين عليه المرة دي نهائيا بس بعد شوية قدروا انهم يتمكنوا منه ويدربوه فبيتعصب قوي وبيدخل عليه هنري بيزعقله وبيقول له قتلهم انت مستني ايه لكن بوشان بيتعصب ايه على هنري فبيمسكوا من رقابته وبيضربوا ضربة لففاته حوالين نفسه وخلص عليه ورح واخد جرعة تانية من المخدر عشان يقدر يغلب طلاب هنج وبالفعل هجم عليهم مرة تانية بس طلاب هنج اتحدوا مع بعض وقدروا انهم يتمكنوا منه ساعتها قرر بوشان انه ياخد برضو جرعة كمان لكن المرة دي الجرعة كانت كبيرة قوي فخلصت عليه ومات وهنا بقى قدر طلاب هنج انهم يدمروا كل جرعات المخدر اللي كانت موجودة في المخزن وقدر هنج كمان انه يتغلب على هنج وكان بيحاول يقنعوا انه يفوق وانه مايتعونش مع الاجانب لكن هنج كان مش مأثر في كلام هنج خالص وقاعد يهجم علي هنج مرة تانية لحد ما هنج قدر يجيب سلسلة كبيرة وبدأ يهجم عليه بس للأسف هنج ما كانش مأثر في حاجة بسبب جرعة المخدر اللي كان واخدها ويقدر انه يمسك السلسلة من هنج وحدفه بعيد وهو وقع هنج على الارض لان الجرح كان مأثر فيه وهو على الارض بيشوف طفلة صغيرة بتيبكي جامد قوي وبتطلب منه انه يقوم وينقذهم وفعلا بيفوق هنج وبيتعصب جدا وبيهج مرة تانية على هان وبيضربه جامد لغاية ما هنوقع على الارض في اللحظة دي بنشوف انه فيلاد وهو ماسك سيرت رهينة وكمان ضرب على هنج نار جات الرصاصة في رجله وطلب فيلاد من هنج انه يشتغل معاهم وبيوعاده انه هيبقى غني جدا وعنده فلوس كتير بس طبعا هنج مش بيوافق وبيتعصب عليه فيلاد وعاوز يضرب عليه نار مرة تانية بس بالله هن بيتصدر لفلاد وبينقذ هنج في اخر لحظة وبياخد الرصاصة بدل هنج وبيقع على الارض وبيطلب من هنج انه يسامح وانه لازم يخلص على كل جرعات المخدر دي بأي طريقة وبيموت المعلم هان وبينسوف ان فلاد لسه مسك سيرتي قراهينة وبيهدد هنج انه هيقتلها لو هو مطلعش وبيطلع هنج وبيعمل حركة معينة بايده كعلامة لسيرتي وبتفتكر سيرتي الحركة دي لما كان بيعلمها لكونج وفوه وقدرت انها تفلت من فلاد وبياجم عليه هنج وبيضربه ضربة قوية جدا بتخلص عليه وقدر هنج وهو وطلابه انهم يخلصوا على فلاده عصابته وقدروا كمان انهم يدمروا كل المخدرات اللي موجودة في المستشفى وقدر انه ينقذ كل الناس ولو وصلتم معي لحد هنا فاكيد الملخص عجبكم وبعد عربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وتفرحوا كده زي ما هتفرحوني بلايقاتكم وتعليقاتكم الجميلة واشوفكم على خير الملخص اللي جاي ان شاء الله سلام يا احلى واجمل ناس في الدنيا